التدخلات العلاجية المختلفة هي تدخلات مهمة للطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد تتعدد هذه التدخلات لتشمل العلاجات الدوائية، العلاجات السلوكية، العلاجات الأسرية وحتى العلاجات المتبطة في التدخلات الوظيفية الحالة تنتقل من مراحل متعددة فقد تبدأ بشكل يكون فيه صعوبة في السيطرة على الحركة صعوبة في السيطرة على الانفعالات، صعوبة في الجوانب التعليمية في كل مرحلة قد تحتاج تدخلات تختلف عن المرحلة التي تليها يحكم ذلك هي وضع الحالة في الوضع الراهن، شدة الحالة ومدى التأثر فإذا كانت الحالة من الدرجة البسيطة والتأثير يكون في الدرجة البسيطة إلى المتوسط قد تفضل التدخلات السلوكية والتي يكون فيها تعزيز الجوانب المرتبطة بالنظام معرفة النظام، تعزيز الجوانب المرتبطة في الحفظ، في الأداء تعزيز الجوانب المرتبطة بالتفاعل مع الأطفال الآخرين ومعرفة الدور وكيفية ترتيب المهام وتنظيمها في الحالات التي تكون شديدة والأثر يصل للسلبي الكبير على جوانب التعليمية أو على سلامة الطفل قد نلجأ للأدوية كذلك يتم استخدام الأدوية في المراحل العمرية التي تلي الست سنوات فعادة التدخلات السلوكية تكون مفضلة في المراحل العمرية ما قبل الست سنوات إلا في المراحل التي تكون الحالة الشديدة وتؤثر على سلامة الطفل ترجمة نانسي قنقر